القرآن الكريم من الالتفاتات التي يذكرها العلماء هو أن القرآن الكريم لم يذكر لفظة الأسرة علما أن الترسانة إن صح التعبير ترسانة الآيات والنصوص الوحي من القرآن ثم نصوص الوحي من الصنع لكن مشوحنا بعد القرآن نصوص القرآن كثيرة جدا فيما يتعلق بضواب الأسرة ابتداء من محاولة إنشائها يعني الأسرة في ضل الشريعة الإسلامية إلى غاية الحقوق المترتبة على من بقي حيا من الأسرة تجاه ذلك الميت كالوصية والإرثي وإلى غير ذلك فهذه الأمور تلقى أن نعطاك النظام المنهجي الذي تسير عليه الأسرة دون ذكر لفظة الأسرة علاقة لأن القرآن قال الأسرة 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 يأتي كما أتى في هذا الزمان من سيفرغ محتوى اللفظ مصطلح مما عليه الإسلام ويضع في ذلك الغشاء ذلك الغلاف له الأسرة ويضع أمير إذا احتدى بارك يقول لك تم اختراق حتى الكنيسة البابوية مثلا الفاتيكان تم اختراقه من هذا الفكر المتطرف في هذا الجانب هذا ألا وهو حتى صار البابا فرانسيس هذا البابا قالت لأسميته هذا البابا قال لهم أود أن وما يقولون شوما الشواذ دخل لهم الاختراق هذا كلمة اللفظة المثلية قال لك المثليين قال لك حتى هما من عيال الله ويستحقون أن يكونوا أسرة أي يكون لك منهم أن يستحقون تكوين أسرة يعني أنه لو القرآن تعامل غير مع اللفظ دون المعنى را غير يجي كذابا واحد يقول لك هيا عندكم في القرآن من حقنا نكونوا أسرة لكن القرآن يذهب إلى ما هو أمعد من هذا وأعمق من هذا ليس هذا بكلام العالم الخبير سبحانه وتعالى يعلموا ما سيأتي إذن يعلم أنه سيأتي أقوام سيحاولون اللعب على مثل هذه المصطلحات فقال لك لا نهتموا بالمصطلحات ونهتموا بمضمونها من اللي اندقات دهر لمسألة هذه ديك ساعة وخير يجي واحد يقول لك نكونوا أسرة كدو لك كدو لك تقصد بأسرة كدو لك أقصد بها كذا وكذا وكدو لك هذا موافق للشريعة الإسلامية مرحبا كدو لك تقصد بأسرة كدو لك ذكر مع ذكر أنثى مع أنثى بلا من نشوف الولياء قطعوا الراحيم كدو لك هذا لا يتوافق مع مرجعيتنا وهذا ننقبله طيب أستاذ ياسين تبدو لك في إطار هذا النقاش طويل عارض سواء في هذه الحلقة أو في غير من الحلقات التي سننتد الموضوع يطرح سؤال ما هو الحل كيف يمكنه حماية المجتمع مثل هذه الأفكار إن الأفكار تتحول إلى سلوكات مجموعة من الشباب لأنت أترى بالفكرة تحدث معه من العلاقات الرضائية يقول هذه حريتي إنسان يفعله ما يشاء طيب ما هو الحل على مجموعة من الأصحاب لا ما يمكن أن أقترحه معنا شخصيا ابتداء هو إثارة هذه المواضيع بالشكل كبير جدا على الأقل يعني منين جونا هذة الوليدات التي يقول لك أنا هذة حرية شخصية درجة أنا مثلا غير لبه هذة الولد هذة نقول مثلا الشاب عنده 17-18-20 سنة تزيده وتنقص يعني الأب دياله وغير نقوله مثلا وحد المعدل ديال ما بين 45-50 سنة هذة الأب هذا ديال 50 سنة الآن هل كان يقول مثل هذا الكلام لا ما كانش يقول وهل لكن الولد خرجنا يقول هذا الكلام البنت خرجت تقول هذا الكلام إذن هذا يدل على أنك ينوحد الخلل فيما يتعلق بقناة التواصل ما بين الأباء وما بين الأبناء داخل الأسرة ولكن روافد أخرى كدخل في طول لا هي الروافد كينة لكن ما الذي يجعل هذه الروافد تؤثر وتخرج لنا هذا المنتوج الله افتح ليك عرفت هواها قبل أن أعرف الهواء فصادف قلب خاليا فتمكن إذن هذا هذا القلب الخالي لهذا الولد خالي مما خالي من القيم التي كان يجب ابتداء على الأسرة أن تمررها أقول لك لاحقا المدرسة كده إلى خير المدرسة بجنقون واضحين المدرسة إنما هي امتداد للأصول التي يجب أن تضعها الأسرة أولا المدرسة إنما هي محاولة لتنمية ما وضعته الأسرة من أصول أما الأسرة اضطدك شيخلة فارغ المدرسة أقول لك أنه عندي برنامج موضوع أخر هذا كذلك البرامج المدرسية وإنك يجي المقررات ديره إلى آخره ثم أشي بقال هذول إذا هذا بقال الإعلام والإعلام يخرج له هالشي في حين إعلام نحن مثلا الإعلام ذي الناس اللي عندهم محدد خلفية إسلامية كده الإعلام ضعيف جدا ما يكونوا واقعيا إعلام ضعيف جدا ضعيف جدا مدافعة مش مكينات لكن قليلة مقارنة مع القوة اللي كان فالشي بقال نتبقى أن هذه الخلية اللي جعلها الله سبحانه وتعالى هي الحالة قد يل استمرارية قيم الإسلام ألا وهي الأسرة فهذه الأسرة هذه لا بد من إثارة هذه المواضيع داخلها ويكون جلسات حوارية داخل الأسرة أنا ما نقول شأن أنا غدين ديروا مثلا في الأسرة طب لفعل هذي كل واحد يجيب كريسي ديالو بعض الأسر تفعلوا هذا أنا كي يقول لكم يقول لهم جيبوا يدروا اجتماع لكن كم يمثلون لكن جعلنا الله سبحانه وتعالى ثم الأعراف التي قامت عليها مثلا الأسرة المغربية وجبات الطعام إلى ما تشدتش ما تشدتش بنهار الإنسان في الخدمة وكذا دير لك الوجبة مثلا دير المساء دير وجبة المساء هذيك وجبة المساء وهي اللي نجبدو معاو تصمتوا الولدات شنو تيقولو إلى آخره ما غاديش حنا نقلصوا الفوق وولداتنا لتحت وهزين عليهم العصا وقل لي قول انتا أحسنت لما سمين دير لي تقييم واستيلوا حمر خلي الولدات يدويهم ثم نتكلم ونتناقش ونكون احنا هم الملاذ بعد الله عز وجل هدوك الولدات فهذا القضية هذه الولدات اللي قلنا ستكون مع الأسرة ديالهم يتصمتوا لهم ويسمعوا لهم وتثار هذه الموضية وتثار أهمية الأسرة مثلا ديال الولدات ما كانش واحد في الدار تدري لهم تكوين على أهمية الكورة خصوصة تلعب الكورة مزيان وكذا ما محتاج والكورة لا تقالي في الماء وعنش كل شيء يحدث عن أهمية الكورة وكين عنده تلفازة تتضر لي والجريدة تتضر لي والدرر الأسرة وأهمية المحافظة على الرحم والرحم الممتدة والأسرة والعلاقات لدارها الله سبحانه وتعالى والمسائل التي هي محرمة بغض النظر على المجموعة من الأمور لكن المسائل المحرمة الله عز وجل تعبدنا بتحريبها إن الله مبتليكم بنهر المره ماء عذب زلال حلو حلال كل شيء لكن فهذاك الموطن لم يبتل امتلاق لك ما تقرب لي الموضيع على قدر الإمكان داخل الأسر والأسرة فيما منها الله أعلم